عربت نقابة المقاولين خلال وقفة تضامنية نفذتها عن دعمها للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن غضبها والسنكارها الشديدين للعدوان الصهيوني الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأكدت النقابة على تأييدنا لمواقف جلالة الملك الذي دان بأشد العبرات هذا أو هذه الجرائم الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع طالبت النقابة الدول العربية والإسلامية والعالم الحر بموراسة كوفة أشكال الضغط لوقف الحرب على القطاع ومحاسبة قيادات الكيان المحتل أمام المحاكم الدولية على جرائمه البشعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وأكدت النقابة على أهمية الثبات والاستمرار بدعم أشقائنا في قطاع غزة والوقوف إلى جوار الأهل في فلسطين مؤكدة أن المقاول الأردني سيبقى داعم والسند للأشقاء في غزة والقدس وكل شبر في أرض فلسطين حتى زوال الاحتلال واستعادة الأرض نحمل العلمين علم فلسطين وعلم الأردن في مشهد أخوة حقيقية تؤكد نقابة المقاولين على لحمة الصف الداخلي فهي صمام الأمان الذي نتجاوز به كل المحن بإذن الله وتطلب نقابة المقاولين عدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة وتؤكد نقابة المقاولين ثقتها بجيشنا وأجهزتنا الأمنية التي لن تهزها أراجيف المرتجفين والحاقدين